يكشفه جون بولتون يصوب على ترامب الذي يفتقد الرؤية الاستراتيجية وهو ما تناولته الصحافة العالمية سابقا وتطرق إليه بعض الجمهوريين البارزين كجون مكين وبعض الجنرالات كريمون توماس لكن ما تثيره صحيفة جيروزا لينبوست يذهب أبعد من نقد شخصية ترامب المالية والتجارية وأعمق من هوس البقاء في البيت الأبيض فهي تدق ناقوص الخطر بسبب استخدام عضلات العقوبات وهي العضلات الباقية لدى أمريكا ضد الدول كما تقول ما يتوقعه ترامب وبومبيو من قانون قيصر تخشى إسرائيل ارتداداته التي تضع إسرائيل على الخط الأمام تحت مرمى محور المقاومة ولعلها تخشى في المقام الأول تدهور القوة الأمريكية التي تستعيد عنها بقوة وزارة الخزينة ترامب الذي يقول في أكاديمية بومبيت العسكرية لسنا شرطية العالم ربما لا يفسح عن المتغيرات التي آلت إلى تراجع العظمة الأمريكية بحسب تعبير توماس فريدمان في نيويورك تايمز مجلة جيو بوليتيك للأبحاث الاستراتيجية تتناول العالم الذي يعيش فيه ترامب حيث تتعاظم القوة ليس في الصين وروسيا فحسب بل أيضا في إيران ومحور المقاومة الذي ينتقل من الردع الدفاعي إلى الردع الهجومي وفق خشية صحيفة جيروزالينبوز العضلات المالية الباقية لأمريكا في سلاح الدولار قد تكون لكماتها مؤذية لكنها تؤذي حتى مواجهتها بأسلحة بديلة أخرى شديدة الأثر على أمريكا وقد يكون هذا الأذى تضحية هينة من أجل التحرر ترجمة نانسي قنقر